الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فعندما اشتد حصار المشركين للمسلمين في غزوة الخندق وفي ليلة شديدة البرودة شديدة الرياح أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل سيدنا حذيفة رضي الله عنه أن يعبر الخندق ويأتيه بأخبار المشركين ولهذه الواقعة قصة طويلة الشاهد فيها أن سيدنا حذيفة رضي الله عنه لما أطاع أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد مرة أخرى إلى معسكر المسلمين يبحث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المتوقع أن يجد حذيفة الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظره بشغف ولهفة على حدود الخندق ليعرف أخبار القوم ويضع الخطة الملائمة لصد عدوانهم ولكن سيدنا حذيفة رضي الله عنه يقول فوجدته أي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما أعجب ارتباط سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بربه عند الشدة كان صلى الله عليه وسلم لا ينفق عن الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه والاستعانة والاستغاثة به إما أنه يصلي ويضع الله عز وجل أو يهتف بالدعاء اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم وهكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد به الأمر ولما أصبح الصباح وانجلى المشركون عن ظاهر المدينة وانتصر الإيمان وعاد الأمن ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هل يقف ويفتخر بهذه الخطة المحكمة التي لم تعرف العرب نظيرا لها من قبل وهي حفر الخندق هل يقف ويفتخر صلى الله عليه وسلم بهذه التجهيزات التي صد بها عدوان المشركين على المدينة كلا إنه صلى الله عليه وسلم وقف يلجأ إلى الله عز وجل ينسب النصر والأمر كله لله وحده لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده وهكذا كان حال سيدنا صلى الله عليه وسلم عند الشدة وعند الرخاء في الصراء والضراء وإذا رجعنا إلى غزوة بدر القبرى هذه الغزوة الفارقة نجده صلى الله عليه وسلم ينظم الصفوف ويسويها ويوزع المهام على أصحابه ردوان الله عليهم ويختار المكان الملائم للمعركة ثم يعود صلى الله عليه وسلم إلى عريشه إلى خيمة أعدت له ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم يصلي ويلجأ إلى الله عز وجل ويلح على الله عز وجل في الدعاء اللهم إن تهلك هذه العصابة أي الطائفة من المؤمنين فلن تعبد بعدها في الأرض اللهم نصرك اللهم نصرك الذي وعدتني حتى سقط رداؤه عن كتفه صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه يسوي عليه رداءه ويقول كفى يا رسول الله إن الله منجز لك وعده كل هذا وكانت نفسه صلى الله عليه وسلم مطمئنة بوعد الله وبنصر الله جل جلاله له حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لكأني أنظر إلى مصارع القوم يشير على بقعة من الأرض ويقول لأصحابه هنا يسرع فلان وهنا يسرع فلان مع هذا الاطمئنان لوعد الله ولنصر الله إلا أنه صلى الله عليه وسلم لا يتوقف عن الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل وهذا درس علينا أن نقف معه وأن نتعلم منه أن نأخذ بأسباب الحياة الدنيا أن نأخذ بأسباب النصر أن نأخذ بأسباب الغنى أن نأخذ بأسباب القوة ومع أخذنا بالأسباب وقبل أخذنا بالأسباب وبعد أخذنا بالأسباب نتوكل على مسببها جل في علاه ونلجأ إليه ونستغيث به ونستعين به سبحانه حينما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هذا الأمر أنزل الله عز وجل المعجزات على سيدنا رسول الله وعلى صحابته وإلا فكيف ينزل المطر على المشركين في بدر يزلزل الأرض من تحتهم ويعثر حركتهم وينزل خفيفا لطيفا على المسلمين ليثبت الأقدام ويرسخ الإيمان والطمأنينة في قلوبهم وفي صدورهم كيف تأتي الرياح في غزوة الأحزاب عاصفة على المشركين لطيفة خفيفة مثبتة لقلوب المسلمين إذا تعلمنا هذا الدرس وأخذنا بالأسباب ولجأنا وارتبطنا بالله جل فعلاه كما كان يلجأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان يرتبط الصحابة الكرام ردوان الله عليهم فإن الله عز وجل سينزل على هذه الأمة الكرامات كما أنزلها على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا من عباده المتوكلين المرتبطين به جل فعلاه